السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في القناة كنتمنى تكونوا بألف خير فيديو اليوم إن شاء الله سنحضر معكم مكارون دجاج خليكم معايا باش تعرفوا على المكونات وطريقة تحضير بسم الله على بركة الله فعندنا طنجرة في طنجرة كنوضعو الماء وكنخليوها حتى يغلي كنزيدو علي قليل من الملح وقليل من الزيت وكنزيدو علي المكارون باش تسلق وكنخليو المكارون حتى تنضج بالنسبة للوقت كنت تأخذ من 5 دقائق حتى الـ 8 دقائق على حسب انتوما كتقرأوا التعليمات اللي مكتوبة في الكيس ديال المكارونة في طنجرة كنوضعو كمية من الزيت تقريبا 4 ملاعق من الزيت وكنزيدو عليها البصل المقطع على شكل مكعبات وكنشوحو البصل حتى يتبلينا وكنزيد التوم المفروم ملعقة تقريبا من التوم المفروم وكنحرك الكل بعد كنزيد كوب من الفطر المقطع وكنتنا هي فطر طازج ممكن تستخدمو فطر معلب اذا ما عندكمش متوفر الفطر الطازج وكنتحركو الكل حتى يتبلينا الفطر ملعقة من الزيتر ملعقة كبيرة من الزيتر وملعقة كبيرة من الريحان ناشف ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود والملح حسب الضوغ وكنزيد الكريمة كريمة الطبخ كوب من كريمة الطبخ كنحركو الكل كنخلي واحدة كتغلي ومن بعد ما كتغلينا المكونات كنزيدو مكارونا كنحركو الكل جيدا كنت تمتازج لنا المكونات في المكارونا وكتدخل في بعضها كنحركو مزيان وهذا هو أشكلها من بعد ما قدمناها في الصحن كتجي لات الشكل صدقوني البنات كتجي لديدة بزاف وخاب بدون بلد دجاج بدون دجاج كتجي لديدة لديدة هذه كانت هي وصفتنا اليوم مكارونات فوتوشيني وبدون دجاج وإلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة